نظم الوفد الدائم لدولة الكويت لدى منظمات الأمم المتحدة في بيانا وبالتعاون مع ممثلية الجهات الحكومية في مبنى الأمم المتحدة فعاليات ركزت على إبراز مساهمات دولة الكويت في التصدي للإرهاب وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة جاء ذلك على هامش أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وفي هذا الصدد قال سفير دولة الكويت لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية ببيانا صادق محمد معرفي اليوم إن الهدف من تنظيم هذه الفعالية هو إبراز جهود دولة الكويت وأجهزتها المعنية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود ولسيما الإرهاب بعدما أصبحت هذه الجريمة تهدد أمنى واستقرار كافة الدول